موسيقى مرسى الخير فلسطينها ليست مجرد نحيب ونكبات وحجارة بل بشر وتفاؤل وثقافة وعمرات فلسطينها مختلفة إنها تشبهها إنها خفقان القلب ونسمة الروح ومعجن التجارب سعاد العامري مع ريكاردو كرب سعاد العامري أهلا مستخدم خير أهلا أفضل طريقة شكرا لنطلق بحوار متميز هي قبل منك أنت طبعا أنا مستعدة لك معنا اليوم ثلاثة على الطريقة اللبنانية والوصول إلى بيروت وإلى الستوديو طبعا كان معبد وسائل عديدة من النقل باسز سيارات وطائرة ومن ثم سيارة وأنت هنا في هذا الستوديو العبق برائحة الليمون وبرائحة فلسطين أهلا وسهلا فيك شكرا يشبه المواطنون عادة أوطانهم أنت كسرت القاعدة فتشت عن فلسطين تشبهك فتشت عن الإنسان في فلسطين فتشت عن الموروث الثقافي الحضاري المعماري بالوقت يلي فلسطين هي دائما الجرح النازف فلسطين هي أطفال الحجارة هي الوطن البديل هي القضية الهرمة هل أردت التميز؟ لا أنا بحثت عن العمل حقيقة التميز بيجي نتيجة العمل يعني أنا دائما بقول أنه بشتغل من قلبي بيت في الأردن بي من يافا أمي من الشام درست في بيروت فأول شي بيعتبر حالي حقيقة عربية يمكن اليوم كلمة عربي مش كتير الناس يعرفوا الجيل اللي أنا فيه بس أنا بقول أنه أنا فلسطينية كقضية مش فلسطينية بالدم ولا فلسطينية أنا عربية خصوصا في منطقة لبنان وسوريا يعني أنا كطفلة انولدت بالشام ربيت في عمان جيت درس في بيروت بس أخد قرار أنه أهلي أنا طلعوا من فلسطين سنة 48 81 أخد قرار إذا فيه إمكانية أرجع على فلسطين وأرجع على فلسطين مش قضية سياسية بحبي للعمارة أنت حرقت المراحل في هذه الإيجابة أنا طبعا في عندي كم هائل من الأسئلة والليلة في هذه الحلقة أنا بدي أكتشفك على طريقتي و بدي أتيح الفرصة للمشاهدين اللي عم يتابعونها أينما كان في هذا العالم يتعرفوا على سعاد العامري أنت قلت أنك عربية الانتماء أنا أقول أنك أنت كونية الانتماء أنت مواطنة من هذا العالم أنت عشتي في مدن عديدة و في كل واحدة من هذه المدن نهلتي من التجارب التي خطيها أخذت منها بعض المزايا أنت صنيعت كل هذه التجارب بس طبعا في عندي أسئلة في هذا الشق أسئلة شاملة و بديك تجاوبيني بسرعة مقتضبة وبعدين بجزء التالي لحنرفض أكثر بصلب عملك ونشاطاتك أنشتاين يقول أنه مصدر المعرفة هو التجربة أنت طبقت هذا فعمدتي إلى إجراء الاختبار الشخصي في كل ما تقومين به كلما زادت ثقافة الإنسان ومعرفة الشخص زاد بؤسه هل أنت إنساني حزينة؟ أبدا أنا إنسانة متفائلة وسعيدة و دائما بحاول أورجي أنه الشعب الفلسطيني شعب يحب الحياة و ليس شعب يحب الموت مثل ما بحاولوا عادة يورجونا فلا طبعا الوضع اللي إحنا عايشين فيه في حزن كبير في داخلنا بس دائما أنا بحاول أعبر عن الحزن بابتسام وفرح هل إمكانية الفصل بين وجع الإنسان والألم الشخصي؟ الإحساس الخاص ممكن؟ أنا برأيي الفصل مستحيل يعني إحنا إذا ما قدرنا نتألم للغير يعني إحنا اليوم نشوف بعالمنا العربي حدا بيكون سيد وبالآخر بيصير بالشارع حدا بيكون بعز بالآخر يعني كنت بدي أقول دائما أنه الناس مع الشعب الفلسطيني كانوا تقريبا ما يتعاطفوا لأنه يحسوا أنه لاجئ وليحسوا أنه فقير ولكن الظروف اللي بتخلق الوضع فوجدنا أنه العالم العربي ينتقل من يعني كلمة بغداد شو يعني بغداد؟ لما بتقول يتبغدد الإنسان يتبغدد هي قمة الصرف والترفيه ماذا أصبح في بغداد اليوم؟ فاللي بدي أقوله اللي ما بشعر مع غيره الألم تبع غيره قريب كتير عليه وقريب كتير أنه بكرة يصر له فمش ممكن الفصل كي نعيش سعداء في هذا الكون يفترض أن نتقن فن التجاهل detachment هل حاولت ذلك؟ وفشلت؟ لا لأنه أنا برأيي حتى قدر أعيش في هذا العالم وخاصة في فلسطين وفي الاحتلال أمرار بلزم الإنسان يخرج حاله من الإطار اللي موجود فيه واللحظة اللي عايش فيها ويعمل detachment يطلع على حياته حواليك إنها مسرحية حتى ما يكونش هو دايما الحكم فيه يعني إذا أنت بقيت بداخل المشهد تحكم على حالك بطريقة مختلفة وبتدافع عن نفسك إذا قدرت تخرج من المشهد تقدر تحط حالك مكان كل إنسان موجود على هذا المسرح ومنهم تيجي قوة فهم الإنسان الآخر وأنا برأيي مشكلة الإنسان أنه ولا للحظة بيعمل التجربة هاي أنه أنا أخرج من مين أنا يعني أنا أنثى بحب مرات أخرج لأفكر الرجل كيف بفكر أنا غنية بحب أخرج أفكر الفقير شو رأسه فأنا بعتد إنه الديتاتشمنت هاي واحدة من طرق فهم الإنسانية لأنه إحنا مربين أنا وأنت وأنت وأنا وأنا وأنت غيري أنا غير عن إنك أنت ومنعمل حرب بالآخر بس إذا أنا قلت أنا بشبهك بشبهك كتير بس أنا ظروفي شوية اختلفت عنك وأنا عم بحاول أفهم ليش أنت بتفكر هيك بصير فيه صلة وصل مش إنه أنا صح وإنت غلط بعدين الظروف اللي بتصنعنا وكلنا بدنا نفس الشي بالحياة شو بدنا؟ بدنا عيش عيشة بكرامة الظروف تصنعنا يمكن لكن أيضا نصنع الظروف نحنا طبعا يعني أنا بتعب من الناس اللي بيقول لي إنه أنا أمي قلت لي هيك وبييه طيب خلقونا وخلاصنا يعني بس إحنا موجودين في هذه الحياة ولازم ناخد المبادرة بتكوين أفكارنا ومرة تانية بقول أنا بدافع عن إشي اللي أنا اخترته بس ما بدافع عن الشي اللي مفرض علي من يعمل يجني ومن ينام بيحلم وفي ناس بيحلموا هني وعين هل أنت إنسانة حالمة أم واقعية؟ حقيقة التنين مع بعض يعني اللي بدا أقول أنا بحلم مشان أعمل واقع آخر حلم مر عندك وبخيالك وبفكرك شو هو؟ أنه يرجع يكون في دول بالعالم العربي العمرات المتوغلة في التاريخ بتأسرة والموروث الثقافي الفلسطيني هو هجسة وأسرار الطبيعة تلهمها وتتنفس كيفما جعلت وصالت حضارة استراحة ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة لذلك يتحدث فيها في جفا عندما أصدقى في حيث في حيث في قناة في حيث في حيث في حيث في القناة أصدقى أن المنطقة في المنطقة كانت 420 المنطقة في المنطقة في القناة والغازية ليس قد يتحدث في حيث في حيث في حيث في حيث في حيث في حيث في قناة المنزل للغاية هو إجراء عدة عملية المنخفرية نحن أفضل مات بارد المستخدم نحن أفضل مات صغير نحن نضم أيضاً استخدام البسل الإلكتراجة الفاتحة نحن أننا لا يمتلك أيها ربط المؤلم نحن أنه لديه ربط المؤلم نحن ربط المؤلم نحن وأننا نحنًا نظر أيضاً أن المكان هو مهم المكان يمكن أن يكون مدينة و يمكن أن يكون مستخدم لتغييرهم هكذا أنت دائماً تملئين الشاشة تملئين المنابر بحضور استثنائي ومحبب وجميل هكذا تعرفت أنا عليكي شاهدتك على اليوتيوب وقلت هذه هي الضيفة المختلفة يجب أن نتصل بها ويجب أن ندعوها إلى برنامجنا وهكذا كان اليوم سعداء أنك اليوم معنا في هذا الحوار الاستثنائي أصدقائي المشاهدين تلقى تعليقاتكم وأراءكم عبر موقعينا الإلكتروني الخاص www.ricardocaram.com وعبر موقعي التويتر على العنوان Ricardo R. Caram وعلى صفحة الفيسبوك Caram Ricardo الرواعي الفرنسي أناتول فرانس قال ليت القائد العسكري شارل مغتيل قطعت يده ولم ينتصر على القائد الإسلامي عبد الرحمن الغافقي في معركة بواتيه ما سبب تراجع العلم والحضارة العربية أمام بربرية الفرنسي سعاد العميري أنت عاشقة للحضارة المعمرية ما تتقلين اليوم وأنت تشاهدين تقاقر الفن المعماري الأصيل أمام البناء العشواء التجاري حقيقة شي بحزن لأنه إحنا كبني أدمين لازم نحفز على كل طبقات اللي موجودة عندنا في التاريخ اللي بدي أقول لك إياه أنه أنا مين أنا؟ أنا جزء مني روماني وأنا جزء مني يعني أنا سعاد العامري كل طبقات اللي موجودة في فلسطين بتمثلني أنا بمعنى يعني هذه فكرة أنه إحنا فقط فلسطينيين أو فقط كذا وكذا وكذا النقاء هذا اللي بتحدث عنه كمعمارية دايما في فلسطين بفكر أنه أهم شيء أنه نقدر نحافظ على كل الطبقات التي وجدت وجعلت فلسطين فلسطين سواء الطبقة الرومانية أو الجريكية أو المسيحية أو اليهودية أو العثمانية المملكية نامت كل هذه التكوينات موجودة عنا وأنا بعتقد أنه جريمة كبرى أنه بالعالم العربي بما فيها بيروت وبما فيها رمالة وبما فيها نابلس وبما فيها عمان ما منحافظ على الطبقات تكويننا جذاتي يعني أنا مين أنا؟ أنا من المحيط المتوسط والمحيط المتوسط في كل هذه الحضارات سويا لكن للأسف التجارة اليوم بس تحسب حسابات ربح وخسارة تتناول عشر سنين من هلأ لقدام لا بيفكروا في تاريخ لا بيفكروا في أطفال لا بيفكروا في مستقبل لا بيفكروا أنه فلسطين يجب أن تكون شكلها فلسطين ويحافظ عليها كفلسطين لأنها فلسطين لأنه إحنا عندنا عمارة تمثل كل هذه الحضارات للأسف تدمر جميع الطبقات التاريخية مشان نعمل عمارة مش واضحة هي موجودة في باريس ولا بيروت ولا بالأدس أنا بأعتقد أنه العالم العربي كله عنده مشكلة أساسية بأنه لا يحترم ثقافته وحضارته دايما ينظر إلى الغرب بأنه هي الشيء الأفضل لأنه يجهل ثقافته وحضارته يجهل ويدمر يعني أنا لو جهلت وتركتها معلش بس أجهل وأدمر بعد شوي ما حدا يعرف كيف كانت بيروت أو كيف كانت الأدس أو كيف كانت رمالة أنا برأي جريمة أنت كما سبق وذكرت في القسم الأول من حوارنا ليلي تنتمي جذورا إلى يافا وأبصرتي النور في الشام بعد ثلاثة عوام من التهجير في العام 51 عشتي في عمان انتقلتي إلى مصر في بيروت قبل أن تنطلقي إلى رحاب هذه الدنيا زرت فلسطين لأول مرة بالعام 81 حصلتي على تصريح مدة ستة شهر وها قد مضى على وجودك في فلسطين 33 عام ما الذي شدك إلى جذورك؟ هل هو زواجك من ابن البلد؟ لا أنا تعرفت على سليم تماري سليم تماري أم نسمات فلسطين أم بحثا عن ذاتك؟ بالنسبة لي فلسطين مثل جنوب أفريقيا يعني في قضية إنسانية مش كونة فلسطينية أو نصف فلسطينية كل عربي من غير ما أفسر كل عربي يعني جزءا فلسطيني حتى لما بسبعة فلسطين بحبها يعني في عنا إحنا جرح عربي موجود أو جرح إنساني يعني التلياني يتعاطف واليوناني والكل يتعاطف مع فلسطين فبرأيي أنه جزء فلسطين هذا جزء ظلم وأنا إنسان بكره الظلم مهما نوجد في أي مكان في العالم وبعدد إنه إحنا مثل الشجرة يعني أنت لما أبوك دايما بتم يحكي عبيته بيافة وكيف كان يقطع البحار يمكن صرت آقتك لأنه كل الوقت ببني موديلز لفلسطين كيف شكلها الفلسطين أحلى من لبنان مش أحلى من لبنان شكل الليموني فدايما كان عندي مثل أي إنسان عربي عنده حب إنه يوصل للأدس ولا يوصل ليافة يوصل لفلسطين فهذا لا يميزني بجوز اللي يميزني إنه أخذت الخطوة اللي أمي قالت فيها أنا مجنونة هل فجأتك فلسطين في الواقع في العام موضوع 80؟ فجأتني كتير فجأتني بعيدة إيجابا سلبا؟ تنين حقيقة التنين إيجابا بالجمال في حينها لأنه الطبيعة في فلسطين كانت جميلة كتير تخربت في آخر 30 سنة فجأتني جمال القدس ويافة يعني الجمال فاجأني وين خذلتك؟ خذلتني بالفلسطيني المتخوف يعني الفلسطيني مش إنساني أنا عشت في بريد فلسطين فعندي انفتاح على بيروت على الشام على عمان الفلسطيني بسبب الاحتلال خذلني بشغلتين أولا حذر جدا وغير منفتح وشوية عنده تخوف من الآخر والانعزال ما أحزنني أكثر شيء ولا يزال يحزنني في فلسطين هو انعزال الفلسطيني عن العالم العربي الغراب بالعملية أنه الفلسطيني تناثر في مختلف بقاء العالم العربي صحيح وذاب في المجتمع العربي ويمكن المجتمعات العربية خصوصا في الخليج تطورت تقدمت لأنه الفلسطيني كان موجود يعني سواء في التعليم وفي التفقيف وفي التجارة وفي البناء الفلسطيني كان هو الرائد والمتميز صحيح غريب أن يعيش فلسطيني الداخل هذا الانعزال بالوقت يلي فلسطيني الشتات أو الفلسطيني يلي طبعا تمكن من العيش في الخارج أن يفتح ذراعيه نحو أفاق واسعة وبعيدة وأن يذوب في حضارات وثقافات العالم ككل ريكاردو الفلسطيني اللي داخل الاحتلال اللي عايش في غزة وبالضفة الغربية وبالفلسطين 48 ممنوع من الحركة ممنوع من الخروج وأنا دايما بقول للعالم العربي أنتو بتقاطعوا الفلسطينية بدل ما تقاطعوا إسرائيل يعني قديش صعب لفلسطيني أنه يحصل على فيزا يروح على سوريا واللبنان السعودية نيمت فأنا برأيي أنه في عزلة على الفلسطيني وأنا بحزن كتير أهوان يطلع فيزا يروح فيها على روما أو على اليونان أو على أمريكا أنا بحكي ثقافيا الجيل الجديد في فلسطين يعني إذا بقول له أكتر شي ببسط فلسطيني أنه يوصل بيروت حلمه الكبير أنه يوصل بيروت أكتر من ما يوصل نيويورك العزلة الثقافية أنا اللي تحزني بالشعب الفلسطيني وهذا اللي حسيتها خذلتني بمعنى أنه فلسطين معزولة ثقافيا سعاد العمري زوجك أستاذ في علم الاجتماع وخياتك واحد اقتصاصي في علم النفس والتاني في علم الاجتماع ووالدك كان مؤرخ ورئيس ربطة الكتاب لكن سعاد العمري اختارت الهندسة المعمارية والدة سعاد ابنة العام 1920 كانت تملك دار نشر وولده ابن العام 1907 كان متحرر متحرر بين ابن أجيله وأعد قصص حول المرأة العربية أنت عشت إذن في عائلة صبقة عصرها هل سمت الشرقة حتى اللي نقول أرجوون يلي بتتمتعي فيها ويلي منشوفها في عينيكي هي في جيناتك ما بأمن أنه في جينا متفوق على جينا أنا برأيي أنه ظروف أنه صحيح بي لعب دور كتير في حياتي لأنه كان إنسان منفتح يعني إنسان كان بالفعل يؤمن بالبني آدم يعني أنا إذا بقل لك ربيت لعمر ست سنين أو سبع سنين أو عشر سنين أنا ما بعرف أنه فلسطينية بعرف أنه القضية الفلسطينية مهمة بس ما بعرف أنه أنا فلسطينية الدين إذا بقل لك أنا وصلت على الأيوبي عمري 18 سنة أنا مش عارفة من أي سكت سألوني في لبنان أنت من أي سكت قلت لهم والله ما بعرف ربيت في كوميونيتي يعني بي كان عنده أولا أنه الإنسان هو الأساس الدين معاملة وهذه حقيقة يعني إذا أنا بقل لك أنه عشت في كوميونيتي يعني في حارة شارع منغو في حارة جيراننا هلأ لما بطلع فيها في منظور اليوم جيران شي عربي وشي شركسي وشي كردي وشي مسيحي وشي مسلم إذا ظروف دلالتك هي ضوء جدا حقيقة مشان هيك أنا دايما بقول أنا أيضا تيك كرديت في هاي الأشياء بس بي مثلا كان بموضوع المساواة يعني أنا وخيي تنيناتنا كان لازم نعمل شغل البيت وشي دعا خيي أكتر مني يعني دايما الغالب إليك دايما الغالب إليه على ذكرى الأيوبي هل صحيح أنه عند دخولك حرم الجامعة وعند طبعا ولوجك اختصاصك اللي هو الهندس المعمرية رفائك بالصف زقفوا لك وصفروا وأقول لك أهلا وسهلا كنت من الأوائل بين السيدات يلي دخلنا هذا الاختصاص صحيح؟ صحيح بس هم يصفروني مش لأنه من الأوائل هلأ أنت لازم تتذكر أن الأيوبي كان فيها شباب وأنا لما أجيت على الأيوبي سنة السبعين كان فيه بس قبلنا صبيتين آكتكتز يعني ستتتين بتذكر يون؟ بتذكرهم طبعا سيمون وطبعا يونانية صاحبتي حتى راح فاسو؟ فاسو تسلم تسلم بصفرولنا فأنا هلأد استحيت أنه رجعت وما دوامتها دي كل يوم رجعت على الدورمتري وغبت يعني شوية وتاني يوم أجيت فهم ما يصفرولي مش لأني لأني ست نحن عوامل عديدة طبعا من عنا علم فيها لكن أمام جمهور أمام جمهور الشاشة الصغيرة في أمور ما نحب نحكي عنها نا أحكي أنا من النوع مظبوطة أو لا؟ سعاد العميري مثل ما تبعنا بالتقرير أسست بالعام 1991 في رمالة مركز المعمار الشعبي الفلسطيني رواق ومهمته حماية الممتلكات الثقافية المعمارية والطبعية في فلسطين وأنا أتكلم أرأى العيون والدموع في عينيكي طبعا كلنا ندمع ونذرف دموع كلما نرى ما يحصل في سوريا اليوم المآسيه نفسه في فلسطين في لبنان في سوريا في العراق في اليمن في السودان العالم العربي يعيش في بركان من الدم والعنف لا نعرف كيف سنخرج منه وكيف سيكون مستقبل أطفالنا نترقب نتريف نحلم والحلم أساسي جدا وأنت حلمت وتوصلت إلى تحقيق الكثير من أحلامك أبدا نعيش فقط في ظل هذه المآسيه نريد أن نمضي قدما وأن ننظر بابتسامة هذه الابتسامة المعهودة يلي طبعا عرفناك من خلالها يلي ما بتخبي شيء خلفها بالعكس أنت أنت كما أنت الفن المعماري يعبر عن التاريخ ومن يريد طمس التاريخ يدمر التراث الثقافي وهي شيء بيجعلنا نفكر أنه مهمة سعادة العامري ما كانت سهلة فلسطين طبعا زاخرة بالمعالم التراثية الدينية والقلاع والحصون فيها المسجد الأقصى اللي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين وفيها أيضا كنيسة القيامة وكنيسة المهد سعادة العامري هل واجهتم أخطبوط تغيير الهوية وطمس المعالم طبعا يعني أنت عارف هو سألتني أنا ليش اشتغلت بالعمارة إذا بدنا نطلع على فلسطين ونشوف أنه شو الصراع بيننا وبين الإسرائيليين هو الصراع على الأرض والصراع على هوية الأرض وأول شيء عملوا الإسرائيليين بعد ما تكونت دولتهم من عام 48 إلى 52 أنه جابوا البولدوزر وبلشوا يهدوا 420 قرية وهذا الهد اللي هي عملية تهويد فلسطين أنا برأيي هو الأساس يعني الإسرائيليين بيشتغلوا بطريقة أنه في أمرار أنت ممكن تسوق بفلسطين اليوم وما تصدق أنه قبل 65 سنة كانت دولة عربية فالصراع على الهوية أساسه في فلسطين هو تغيير معالم التاريخية والجغرافية لفلسطين ومن هون إجا حبي في حماية المباني التاريخية لفلسطين لأنه إذا ما حمينا المباني التاريخية صعب أورجيك أنه هاي كانت فلسطين دولة عربية بس أبن 65 سنة تأثرت بالعمارة اللبنانية والشمية والإيطالية أنت تعيشين قسم من السنة في إيطاليا أنت تنزحتي وجلت بأبحاثك بالعين المجرد في بلدان كتير أي دولة إذا هلأ أغمطت عينيكي وتجوزت لحظات وطنيتك والتعلق بأرض فلسطين وتجوزت العروبة يلي هي مشحونة أنت فيها منذ صغريك تحلم تعيش فيها لبنان كما هو اليوم؟ لا مش كما هو يعني أنا بقل لك بالنسبة إليك هل لبنان هو واقع أم ذكريات وذكرى؟ اتنين بس ذكرى قد تكون أكتر وبرغم من هذا الواقع المرير بتفضل تعيش ببيروت؟ مش بفضل أعيش ببيروت لا يمكن لازم أقول أنه البلد اللي قريبة على قلبي ما بحب أعيش ببيروت الأغلب بس البلد اللي كونتني والبلد اللي بقلبي قوية كتير حقيقة هي بيروت وبجزء لها علاقة أنه مثل ما قلتلك أمي شامية وإحنا صغار كنا نيجع على بيروت وبعدين بالأيوبي عيس شبابي طالع من عمام من بلد يعني متواضعة جدا وباجع بيروت كانت زي واحد بروع عن نيويورك أو لندن اليوم ففي بيروت لها محبة خاصة بس للأسف اللي بدي أقولك يا أنا بروع إيطاليا وقررت أنه أكون جزئيا إيطاليا لسبب واحد إيطاليا بالنسبة إلي هي دولة عربية لو ما عاشت الدول العربية بالمقاسي اللي عاشتها يعني بروع على نابولي لأنه مش قادر أكون بيروت أو مش قادر أكون بيافة بنفس الطريقة دايما بقولهم أنتو عرب محسنين شوي الظروف سعادتكن فاختياري لإيطاليا مش اختيار عبثي هل فلسطين هي حقل التجارب وإيطاليا هي النافذة على الأحلام؟ حتى أقدر أعيش بفلسطين لازم أكون شوي بإيطاليا أنجستي عبر رواق مؤلفات عديدة وفي عندي أسئلة سريعة إذا في مجال ماذا حققت رواق على أرض الواقع؟ رواق للمشاهد هي عبارة عن مؤسسة لا ربحية موجودة في فلسطين لحماية التراث الفلسطيني حققت شيء أساسي أنه ننقل فكرة المباني الأديمة وترميمها من أنها هي قضية جمالية ترتبط في الطبقة المتعلمة والغنية إلى مهمة تشغيل يعني أصبح الترميم وإعادة المباني التاريخية في فلسطين هي عندنا مشروع اسمه تشغيل أنا صرت أشوف المبنى كم وظيفة أنا قدرت أوفر بفلسطين وبعتقد النجاح اللي وفقه اللي قدر يوصله رواق أنه شغل أعداد هائلة من الشباب في قرى مهمشة بفلسطين صفت طريقة لعدم البطالة لما الناس بفلسطين لما بيشوفونا بيشوفوا منطقة حلوة ومرممة بس بيشوفونا مصدر الرزق أو بيشوفوا الترميم بلاش يقول شوفونا بيشوفونا مصدر الرزق يعني أنا لما بعمل بحاول أجيب تمويل بيجيني 100 دولار ما بشوفهم 100 دولار بشوفهم أنه أنا بهذا اليوم بقدر أشغل ثلاث فلسطينيين في ضيعة قاعد واحدهم على قهوة وبرأيي أنه هاي المسج وصلت بفلسطين وأتمنى أنها توصل بالعالم العربي وأتمنى أن توصل في كل مكان لإدراك الناس أنه مش قضية جمالية حقيقة يعني أنا كمعمارية طبعا بهمني أنه أحافظ على تاريخي أحافظ على هويتي كفلسطينية بس باللحظة هاي بهمني أنه أخلق فرص عمل ووظايف لبليط لأصير وكتير أمرار إحنا منتعاون مع الناس منقوله إذا أنت بتدفع 50% أنا بدفع 50% وال50% اللي بدفعها هو مش فلوس عم نتابع بعض الصور المختارة من مؤلفاتك وهي طبعا من أرشيف رواق الخاص تنزلت جزئيا عن رواق للانصراف أكثر إلى هواي ألمة بيكي مثل صفحة الهوى ويلي هي الكتابة الروائية هل بتشوفي أنه رواق اليوم في أمان؟ اللي بدأقول عملية المأسسة بالعالم العربي عملية كتير 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 صعبة وأنا برأي رواق إذا بدي أحكي عن نجاح بدي أحكي عن نجاح أنه رواق لكل موظف فيها يعني رواق أنا بزعل لما بقوله رواق صعاد وكتير ناس بقوله رواق صعاد بس أنا برأي أنه قدرت خلال 22 سنة أشعر الموظفين أنه رواق رواقهم كل واحد منه ركن أساسي كل واحد ركن أساسي وقدرت بسهولة أنه يعني إذا بقل لك أنا أنه بشتغله أحسن وأنا مش موجودة يعني في أول ما تركت قلت لهم إذا بدكم شي تلفنولي كانوا يتلفنولي كل يوم بعد شهر صاروا يتلفنولي مرة بالأسبوع بعد شهرين مرة بالشهر وبعد ينبطلوا يتلفنولي نسيوني؟ نسيوني بعراش إذا نسيوني لأنهم محبة بالألد تحيصنا إلى طبعا أسرة رواق شكرا ليلة عم بتتبعنا وكل أعضاء عم بتتبعوا هذا الحوار المختلف تضحك كثيرا وهي تهمس من صفاتي حب الكلام أنا حكوتي وتنظر في الأفق كثيرا تتماعا وهي تخبر كتبت ما كتبت بقلبي بجوارحي ثم بقلمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر روايات وكتب بكل اللغات سعاد العامري كتبتي ما كتبتي كتبتي ما عشتي كتبتي بصدق هل هذه الصفات كفيلة بيجعل مهندسة معمرية رواية ناجحة؟ يعني هذا كله أنا اكتشفته بتغيير مهنتي يعني أنا صرت كاتبة على الخمسين ولسه على الستين بدي أصير ممثلة وبعدين على السبعين فاللي بدي أقوله أنه على السبعين شو؟ ما منعرف لسه مؤدية مغنية 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 للأسف الموسيقى عندي دان مش كتير حساسة للموسيقى الشيء الوحيد اللي ما بقدر سويه بالحياة أني أغني بس كل شيء تاني ممكن أنت إلى حد ما مثل ما قلنا متميزة مختلفة وعندي كنوع من الجنون كي لا أقول صحيح تحب سعاد العامل للأشخاص غير التقليديين صحيح المجانين الذين يشرقطون أفكار وعبورها إلى معترك الكتابة كان سببه أيضا جنون صحيح لكن من نوع آخر فبعد ما وجدت نفسها مع حماتة ست مساليم ماري جبجي اللبنانية الأصل ابنة التسعين عاما في مكان واحد في رام الله تعيشان حصار أريال شارون كادت حمات سعاد جننة صحيح فكتبت ماذا كتبت كيف كتبت ومن قرأ أولا إيجابي عندي كمبي هو صار عندي احتلالين دايما أنا بقولها يعني دايما كان عندنا احتلال إسرائيلي لقيت حالي عندي احتلال داخلي من حماتي وهذا الضغط حقيقة أنه أنا كانت الكتابة بالنسبة لي حتى أحافظ على نفسي من الضغط يعني في ضغط شارون وجيشه برا وفي ضغط حماية قاعدة عندي في البيت فكنت بآخر نهار أروح وأعود أكتب كل شي صار معي سواء لما يرفعوا حظر التجول شو بعملوا فينا الإسرائيليين ولما نكون في منع التجول شو بتعمل فيه حماتي وأنا بعتقد أنه أساساً لأنه ما كان في قارئ كان في نوع من الصدق الكامل يعني لما بعثوا لبنت أختي وأصحابي يقروا الإيميلات قلت لهم أرجوكم ما تنشروها لحدا فهذه النقطة الثانية اللي بدأ أقولك إياها تب حماتك اللي عم تحكي عنها هل هي بتشبه الحموات وهذه الصورة النمطية السلبية يلي مطبوعة بأفكار الناس أنه الحمى متطلبة متسلطة بتشارع بتحكي يعني شو هي الميزات يلي جعلت منها إنساني نافرة بالنسبة لقالك أنت يلي خلتك بالتالي تكدبي ما كتبتي وطلعي هذه الرواية يلي أصبحت بالتالي من الروايات الأكثر مبيعا اللي بدأ أقولك إياها لو ما كان علاقتي منيحة مع حماتي كنت أحبها وتحبني ما قدرت كتبت عنها اللي بدأ أقولك إياها الكتاب نجح لأنه كل واحد مننا عنده حماية وكل واحد عنده شعور تجاه الحماية مختلف فالحماية هي إشي أممي مثل ما بتقول فمن هذا السبب فهمه الناس يعني اللي بيكره حماته فهم واللي بحب حماته فهم بس أنا كانت نقطة ريكاردو كالتالي إنه الاحتلال هو يعني يمنعك من الحياة يعني أنا بس عندي حماتي في البيت عمرها 91 سنة بينما أي عائلة فلسطينية كان عندها سبع أطفال قاعدين في البيت وجوزوا حماية وكلهم محشورين 42 يوم تحت منع تجول فهي هاي كانت نقطة إذا واحد جنني بهاي الطريقة فما بالي الناس التانيين هلأ حماتي مثل كل الحموات أولا عنيدة وأنا أعند منها بالرغم إنه أنا مزحت وتمسخرت عليها وحكيت أشياء بتضحك عنها بس بقيت هي الأساس رمز المقاومة الفلسطينية بديش أقولي المقاومة بمعنى الطغطقة المقاومة بمعنى الاستمرارية للإصرار إنه بدها تعيش حياة طبيعية يعني في ضرب وقصف وهي بدها تكون لابسة أحلى لبس ولازم نحضر الصفرة كل شي يعني ولا صحي مش زي التاني ولازم ناكل الساعة 8 و 7 كله هذه رمزية لإصرار الشعب الفلسطيني يعني إنه بده يعيش حياته وإنت كلبناني بتفهم شو يعني إنه واحد بيكون عم بنقصف ومن نفس الوقت بده يعيش وبده يلبس هل قرأت ما كتبتي؟ حقيقة لا أنا بقلك شغلي أولا حماتي كانت 91 سنة كان نظرها الصعب كانت تقرأ فرنسي وكانت النسخة الفرنسية ما صدرت لسه اللغة العربية كانت تحكيها طبعا بس القراءة الأساسية تبعها كتير من هداك الجيل لبناني أو فلسطيني لبناني إنه ما قرأته بس عرفت كانت تقولي ليش عم بيجوا علينا الصحفيين ليش بدهم يعملوا فيلم عنا فأنا أمزة حقولها أم سليم تذكر لما أجيتي وقديش كنا مبسوطين أنا وياكي مع بعضنا تتطلع فيه هيك تقولي مبسوطين إحنا كنا مبسوطين مع بعضنا فما قرأت بس عرفت عن الكتاب تزور إشارة إلى أن كتاب شارون وحماتي شارون إن مماظوين لو ترجم إلى لغات الأرض ونال عدة جوائز بين جائزة بريبيو فيا ريجيو والطليان كنا أول من آمن بقدرات سعاد الكتابية حتى هذه اللحظة تعتبر نفسها كاتبة غير كل الكتاب كاتبة خارج النص المألوف وقواعد الكتابة المألوفة سعاد العامري كم تغالين أو لنقل تبالغين فيما تكتبين كل شي بكتبه حصل بس كان بهمني جدا على فكرة الصدق في الموضوع لأنه يعني هو بالنتيجة كل كتاباتي حول الاحتلال الإسرائيلي فكتير كان بهمني أنه ما حدا أي إنسان غير مناصر للفلسطينيين أو مؤيد للإسرائيليين يجي يقول لي مش صحيح الجيش ما حطكم تحت منع التجول مش صحيح الجيش ما حط الحر فمن ناحية الدقة كل شي موجود فيه دقيق لكن مثل ما بتروي نكتي في بهار وفي ملح أي يعني بتبهرها شوية بس مشان توصل ولكن الصدق صحيح هذا الكتاب الأول تحول إلى مسرحية والطليان طالبوك بكتاب آخر صحيح فكتبت عن الإنسان الفلسطيني كتبت سعاد العامري عن الإنسان وليس عن الوطن كتبت النوادر اليومية للإنسان الفلسطيني أرادت أن تقول أن الفلسطيني إنسان عادي لا إله ولا بطل رفضت وضع الفلسطيني في كادر جامد فلسطيني من غرم بيصر بيفرح بيتألم يخطئ فلسطيني إنسان من كل البشر تجربتك الشخصية شكلت العمود الفقه لكتاباتك وكتاب آخرون غير عرب سبقوك أيضا إلى هذا في هذا الآيباد الموجود أمامك هناك بعض الأمثلة دعينا نرى معا ما في قلب الحسوب وما في قلب الآيباد هناك صور لكتابي جون هاورد غريفث الذي بدل لون بشرته إلى الأسود حتى يعيش تجربة السود وعنصرية البيض في الجنوب الأمريكي وعنوان الكتاب والكتاب الثاني هو اليهود الإسرائيلي يدعي ورام بنور تخفى في زي فلسطيني وعاش ستة أشهر في أحد مخيمات قطاع غزة كي يتعرف على معاملة اليهود الإسرائيلي للفلسطينيين وعنوان الكتاب ما بتعليه أنا برأي هاي أهم شيء بقدر الإنسان يعمله أنه يخرج من نفسه ويضع نفسه يعني يكون أبيض ويعيش تجربة شو يعني أنه يكون الواحد أسود في دول عنصرية مثل أمريكا مثلاً أو شو يكون أسود في جنوب إفريقيا أو شو يكون عربي في دولة صهيونية أو فلسطينية في إسرائيل أنا برأي هاي قمة الإنسانية لما يقدر الإنسان يوصل لهذه الطريقة ويمكن مشان هيك أنا عملت كتاب مراد مراد اللي هو تقمصت شخصية العامل الفلسطيني اللي ما عنده شغل واللي بعد بناء الجدار اللي فصل الضفة الغربية وغزة عن أراضي الثمانية وأربعين صعب كان بالنسبة إلي أنه أنا إمرأة ساكنة في رمالة من طبقة معينة عندي شغل عندي ما عاش بآخر الشهر رغم أني ساكنة بفلسطين ما كنتش إجا عندي عامل يشتغل بجنينة القصص اللي خبرني إياها خلتني أفكر أنه أنا مغرغم أني فلسطينية وبرمالة مش شاعر تجربة العامل الفلسطيني تنكرت بثياب رجل تنكرت بثياب رجل وعملت حالي عامل فلسطيني لمدة 18 ساعة ومشيت مع العمال الفلسطينيين حتى يوصلوا لمكان شغلهم مكان لو أخذنا سيارة المفروض يأخذنا ربع ساعة أو تلت ساعة أخذنا 18 ساعة من المشي وإطلاق النار علينا وبقدر أقول لك أنه أنا كنت مع مجموعة فيها 24 واحد من قرية معينة في مئات من الفلسطينيين يبحثون عن عمل في إسرائيل للأسف وحياتهم مهددة يعني هو يبحث لعمل وبانطخ أنا عشت التجربة بأنه الإسرائيليين أطلقوا النار تخبينا 18 ساعة من الكر والفر مشان نقدر نوصل لمكان كنا 24 لما وصلنا للمكان اللي بدهم يشتغلوا فيه العمال كنا أربعة العشرين كانوا معتقلين من قبل الإسرائيليين وكتبت هاي التجربة شو يعني أنك أنت تكون عامل بلا عمل في فلسطين وأوضاع الاحتلال ما بتسمح لك أنك تلاقي وظيفة وإنك أنت تعرض حياتك للخطر مشان تلاقي وظيفة ومشان هيك بالعربي اسمه مراد مراد ومراد اسم الشب اللي رحت معه وكتبتي مراد مراد لا شيء تخسره سوى حياتك تمام يعني لما بكون عامل مستعد إنه مشان يبحث عن عمله يمشي 18 ساعة يعرض حاله للضخ لا شيء تخسر سوى حياتك هذه الجرأة من وين سمديتيا؟ من أمي الآن وأنت تدمعين هل تضعفين؟ هل أنت إنسان ضعيفين؟ أنا برأيي أن البكاء بالضحك نفسه نفس المشاعر هل انكسرت فيه ومن الأيام؟ أبدا هل في مشهد معين كنت أنت شاهدي عليه تابعتي يمكن على أرض الواقع يمكن من خلال الشاشة الصغيرة أثر فيك وخليك تنكسر وتحسي حالك أنك صغيرة وأنك ضعيفة وأنه الدنيا كلها أقوى منك والظروف مهما حاولتي ومهما جاهدتي هي دائما أقوى منك طبعا أول شيء ما بحب تم أحكي وأنا فيه دمعة وبس عم تيجي دمعة اللي بدي أقوله إيه؟ يعني دائما أنا بحس أنه بدي أطلع حتى أفهم الوضع خارج ومثل ما حكيت لك فيه جرأة يعني أنه نروح المرة الوحيدة اللي حسيت بكسر حقيقة أنه ما قدرت تسوي شيء أنه بالانتفاضة الأولى كان فيه جيش إسرائيلي يجي وإعتقى الولد يمكن عمره تسع سنين وأنا كنت مارأة بالسيارة وشفته عم بيعتقله فوقفت السيارة ونزلت مشان أمسكي طلع الجند البندقية وهددني وقال لي إذا بتقربي عليه بتطخي عليكي فخفت طبعا فلفي الظهري ركبت بالسيارة وتركت وبقيت كل نهار أفكر بهذا الولد بعد في عندي سؤال واحد في هذا الشق بديريحك طبعا بتخيل تعبتك لا لا أبدل ما تعبتي كتبتي عن فلسطين في سن اليأس هل دخلت الدولة في مخاض الاستسلام هل تعيش القضية خريفة وهل تعيش على أنقاضها قضية ما بتعيش خريفها بجوز الحركة السياسية بتعيش خريفها منظمة التحرير الفلسطينية بتعيش خريفها جيل بعيش خريفه بس كقضية بس أنه جيل شاب وجيل من الأطفال الذين يجسدون المستقبل الواعد والمشرق يعيشوا خريف فهذا في خمة الانكسار والاستسلام لا أنا برأيي أنا بحكيت في هذا الكتاب عن جيلنا عاش خريف بس أحلى شي بالتاريخ أنه دايما في أجيال جديدة بطاقة جديدة وهذا اللي عم نشوفه بالعالم العربي متجددة متجددة ربت غزال وسعدان وسلحفات وقطة وكلب وقنفهم وسرحت في طبيعة الكون والبشر وعادت بحب كبير كبير نذكركم مشاهدين أننا بانتظار أرائكم عبر موقعينا الخاص www.ricardokaram.com وعبر موقعي التويتر على العنوان ريكاردو آر كرام والفيسبوك على صفحة كرام ريكاردو سعد العمري نشعر وأنت تتحدثين عن الأشياء عن المحطات عن الأشخاص بحب كبير أنت لا خبث في مترطك للوقائع هل أنت متصالحة مع نفسك إلى هذه الدرجة نعم يعني أنا بدألك شغلة فيش يوم بمرق ما بكون مع حالي على قليلة ساعتين يعني هذا واحد من شروط الحياة بالنسبة إلي أنه حتى لما بشتغل كنت للساعة خمسة أرجع من الخمسة للسبعة أكون مع نفسي مية بالمية ماذا على طربي زوجك؟ هل في تناغم بعد كل هذه السنوات؟ في تناغم لأنه عاملين زواج part time مثل ما بنقول جزئي جزئي يعني مكتشفين جد لأنه الناس عادة مشكلة الجيزة أو أي إنسان بدي أخلقك أنك تكون مع نفس الشخص مهما تكون حبه 24 ساعة وبعدين بيصير نوع من الاندماج المزعج يعني أنت بتتعدى على الحيز تبعه مش بس الخصوصية حديقة سرية تمام يعني فأنا بعتقد أنه لما أنا بدي أكون لحالي مش لأنه ما بحب جوزي أنا ببعد عن جوزي للحفاظ على العلاقة الزوجية لأنه بحبه وببعد عنه يعني ما هذا البعد بيعطيكي طاقة إضافية طبعا يعني أنا برأيي أنه كل إنسان وبيغذي هذا الشغف شغف وبتعطيه الواحد يكون مع نفسه وترجع تتجدد العلاقة هل تلقيت الكافية من الصفعات بحياتك؟ صفعات؟ صفعات شخصية خلينا أقولك مش كتير حقيقة بس صفعات وطنية مثل ما أنت بتعرف كتيري مثل كل العرب على كل حال هذا اللي أصدته أو المشرقيين بشكل خاص أنت صديقة البيئة ربيتي قطة وكلب وسعدان وسلحفات وغزال لماذا؟ حقيقة أنه أمي كانت حب الحيوانات كتير وكانت حب الطبيعة فأنا بدي أقولك لما كان عمري يعني ولدت في عائلة فيها أختين وأخ وكل اللي ذكرتهم يعني كانوا جزء من العائلة بالنسبة للغزال أخوي والبسة أختي يعني حتى الكلب كان يوصلني على المدرسة عالم أسطوري أنا برأيي أنه كمان هاي قضية قضية الطبيعة أنه إحنا الإنسان بنسى أنه هو جزء من كون إحنا واحد من تعددية الحيوانات لكن للأسف من عاملهم كأنه بس إحنا اللي موجودين وبعتقد أنه إذا سألتني كل طفل يعني أنا بشوف الأطفال الأطفال بيجوا ركد عندي عجنينة مشان اللي عمره سمتين وثلاثة وأربعة بحب الحيوانات بس يصير عمره تسع سنين بيصير يخاف من الحيوانات منبني في الإنسان كراهيته لا العائلات اللي عايش في هذا الكون معنا فعندي ضعف حقيقة للكلاب وللبساس وبحب الحيوانات تعرف ليش أكثر وفاء لا لأنهم ما بيحكوا بيعطوك كل المجال لإليك لا بيعبروا يعني إذا أنت بتراقب كلب أو بس أو غزال بيقدر بنظرة واحدة تفهم أنه بده يعكل بيقدر بحركة رأسه الصغيرة هاي يفهم أنه بده يطلع جنينة يعني دايما منقول الإنسان مميز لأنه بيحكي بس أنا برأيي الإنسان مصيبته أنه بيحكي زيادة لك مين عم يحكي الحكواتية إكزاكي نورة كالبتك عاشت معيك 17 سنة صحيح وغادرتنا انتقلت إلى العالم الآخر طبعا يوم ما رحلت لا يمكن يوم عادي بحياتك شو أخذت معا؟ أول شي نورة كانت واحدة من أعضاء رواقفة يعني كانت دايما مرافقتي أخذت ظلي كانت ظلي هي وين ما بروح بتمشي معي بروح على ورشة بتيجي معي بروح على المكتب كانت ثيرابيست يعني كتير ناس في فلسطين بخافوا بيرام الله من الكلاب نتيجتها بطلوا يخافوا من الحيوانات يعني قدرة الوصول من غير كلام أنا برأيي زي لما بتعمل مديتيشن الحيوان بعلمك كيف تكون إنسان لم تنجي بأطفالا هل تتفجر عبقرية الإنسان أو المرء عندما لا تتحقق أمومة المرأة طبعا حقيقة هو قرار ما بدي أقول قرار صح أو قرار غلط لأنه دايما بقول إنه أكتر شي الناس بحب ولادهم بالحياة بس دايما منقول كمان أكبر عقد نفسية تيجينا من أهلنا أو مننا اللي بدي أقوله طبعا هو شي طبيعي إنه إحنا قررنا إنه ما بنا نجيب ولاد طبعا بالعالم العربي هذا شغل جنان يعني مثل ما قلت لك إنه في جزء من جنان فينا هل أنت نادمي اليوم على هذا القرار؟ لا حقيقة مش نادمي بس لو قلت لو كان عندي ولد بكون ما بدي ولد بس إنه قرار تخذ بوعي بقرار وهذا بيجعله إنه قرارك وإنت هذا اللي بدك إياه ومثل ما قلت إنه مش ضروري دايما كنا نكون زي بعضنا في الدنيا سعاد العميري طموح ضيفتي كما سبق وذكرت في بداية هذا الحوار هو التمثيل وقد كان إلا تجربة منذ عامين في فيلم حنين لحنتابع مشاهد من هذا الفين وثمان عود وأطرأ عليك بعد الأسئلة شو اسمك؟ تعال تخفش تعال شو اسمك؟ شعلا طيب تعال كل يوم كل أدمى بتك سعاد العميري هذا التنموع اللي انتهشتي بحياتك هل هو بنتيجة تحول بداخلك؟ أنا بعتقد إنه لما بكبر الإنسان بصير عنده فريدم أكتر وبصير يعمل الشي اللي بحبه أكتر وبنفس الوقت أنا بعتقد إنه الإنسان بقدر يعطي للتسعين يعني أنا بالمكتب بمزح معهم بكونوا بقولوا لي إم تبدك تيجي تحضر الاجتماعات فقولهم للواحد وتسعين اتنين وتسعين تقريبا فاللي بدي أقوله إنه حقيقة من دون مبالغة أنا بشعر إنه آخر خمسين سنة من حياتي رح يكونوا أحلى وأكتر إنتاجية من أول خمسين بحياتي برضو هاي بدي أكثر القاعدة حست مؤخرا على جائزة الآغة خان للفن المعماري مبروك عليك هذه الجائزة الله يبارك فيك التقدير ماذا يفعل بكي ماذا يعطيكي ماذا يمنحكي خليني أقامن باللي بعمله يعني هو الجائزة عبارة عن حدا بيجي بقولك إحنا شايفينك ومقدرين اللي بتعمله أنا برأيي هذه الشغلة كتير مهمة إنه تقول لواحد يعطيكي العافية يعني أنا مرة جبت قصير لعمارتي قصر يعملي قصارة أحسن قصير كنت أفوت على العمارة ما أشق على كل العمال إلا هو فإجا يوم قال لي أنا زعلان منك بقولك خير ليش زعلان مني بقول لي ما عمرك إجيتي جبت الإد اللي هي المصطرة وشفتي كيف شغلي وقلت لي يعطيني العافية قلت له أنا بعمل هيك لأنه متأكدة إنك أحسن واحد فما بشرف عليك قال لي كل إنسان منا بده كلمة الله يعطيكي العافية أنت تعمل شغل حلو أنا بالرأيي إنه الجائزة أنت تكون قاعد برملة تحت احتلال تعمل شغل في قرية تشعر إنه العالم مش داري فيك لتكتشف إنه لأ فيه أهم مؤسسة معمارية قاعدة بجينيف وبأمريكا تعرف إنه فيه كم شخص في فلسطين معنيين بخلق فرص عمل لعمال أنا برأيي هذا تأدير هاي هي الجائزة إنه حدا بقولك اللي بتعمله من قلبك إحنا مقدرينه ماذا تعني لك نقطة الصفر؟ مش متأكدة إنه فيه نقطة صفر فيه نقطة بداية بالنسبة إلي ماذا تعني لك نقطة آخر السطر؟ بداية سطر جديد اختمي بنقطة اللي بدي أقوله شغلة واحدة إنه أتمنى على أنفسنا كلنا في العالم العربي نقامن إنه إحنا مواطنين متساويين في دولة واحدة مهما كانت عرقنا أو ديننا أو لوننا كنا عرب ولا أكراد كنا شركس ولا أرمن ننتمي إلى دولة نكون فيها متساويين واللي بيجعل قائد ظالم مش دينه ولا جنسيته لأنه القائد الظالم أو الرئيس الظالم موجود من كل الطوائف من كل الجنسيات من كل الديانات العالم العربي عم يواجه ضرب الدولة فكرة الدولة بينما دولة مثل أمريكا فيها جميع الأديان وجميع الألوان وجميع الجنسيات إذا كان ما يطبق بالعالم العربي الآن صحيح فلماذا لا تقسم أمريكا إلى دويلات جزء منها أبيض وجزء منها أسود وجزء منها كاتوليكي وجزء منها بروتستانتي وجزء منها مسلم وجزء منها يهودي لماذا تطبق فكرة الدولة في أوروبا ويدافع عنها وعندما نأتي إلى العالم العربي تطبق نظريات مختلفة علينا بأنه يجب أن ننقسم إذا كان حدا علم التولرانس والتعايش في تاريخ العالم العربي أو العالم هو إحنا بغداد سوريا لبنان فلسطين تعايشت فيها كل الأديان والجنسيات ونحن نعيش لحظة يتدخل العالم لتقسيمنا وهزيمة شعورنا لدولة دولة ماء الهدين دولة الدين للجميع سعاد العميري شكرا حلها استثنائية مع ضيفي استثنائية أصدقائي المشاهدين بشكر وقفاكم للبرنامج وبتمنى تكونوا استمتعتوا بها الحوار على أمل اللقاء في القريب العاجل تصبحون على خير وعلى دولة شكرا 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 شكرا